بص يا كابتن حشيش بصراحة احنا نبدأ بقى من الاندهاجة من الاندهاجة لا الموضوع اصبح شوية غريب اتكلمنا عن كاس العرب قلنا طب خلاص بيجرب لعب مراكز مش بتاعة اللعيبة قلنا مش ممكن في حاجة احنا مش فاهمينها كويس احنا دلوقتي بس مش بننتقد احنا بنحاول نفهم لما حضرتك تيجي تقول تصريح زي ان انا في عقدي ما بيتضمنش امم افريقيا اما حيك احنا بنتفعلك برضو ليه ما وفي الاول في الاخر اكيد ده بزنس انا جماهير او الجمهور المصري لا هم بيقبلش حاجة زي كده ولا يقبل تصريح زي ده واعتقد هو مش فاهم طبيعة المصريين لان تصريح زي ده لا يثير غضب مش بس اندهاج بصراحة فخليه نفهم هو طبعا كانت صدمة مبارح للكلام يعني الناس اللي تابعت طبعا الحديث بتاعه مشكلة كبيرة يعني انت طبعا يعني احنا هو نفس نفس السيستم والطريقة قبل برضو كاس العرب لما احوال انا بالنفس بالزبط انا رايح يا جماعة عشان اجرب وهذا فيه اللي بعد كده فيه امم افريقيا وفيه تصفيات كاس العالم فقلنا طيب يعني كاس العرب كان لسه هو بقله فترة الليلة برضو يعني موتشين بس بتاعه افريقيا فماشي الحال وانا هاخد معايا مجموعة كتيرة اني مشوفتش الناس كلها وهجرب وهشوف اه معقول ومنطقي يعني ماشي برغم ان احنا برضو كمنتخب مصر في جميع الظروف يعني احنا ابطال العرب اساسا يعني واقدم اتحاد كورة في الدول العربية كلها ومؤسسين يعني فقلنا ماشي يعني مش مشكلة انت بتجرب والدنيا ماشية وما اخدتش بعض الناس اللي هما كانوا طبعا مع برامزو كده ومع النادي الاهلي في بعض اللعيبة يعني قلنا هتجرب الناس جديدة انت دلوقتي خلاص جربت بما فيه الكفاية والناس استحملت ومساندة طبعا لغاية دلوقتي وطبعا الناس هتفضل مساندة بس احنا بنقول ان لأ يعني ايه يعني ما تدس على الناس على طول كده يعني برضو ادي امل يعني احنا ان شاء الله ربنا يوفقنا ونوصل لحتة بعيدة ونوصل للنهائي ونعمق يعني انت فاهم ازاي ادي روح حتى عشان حتى عشان لعبتك بالزبط كده عشان حتى اللعيبة ما تدهمش احساس ان انا برضو راح اجرب والتركيز على بعد طب انت هتفضل تود التركيز على بعد طب افرد اللي بعده خالص ده مجاش ايوه يبقى ايه الوضع يعني اوه هيجي منين باللي احنا شايفينه كمان بالزبط كده المكسب بيجيب مكسب ايوه الاستقرار بيجيب استقرار الاداء بيجيب نتائج بسط فانت عايزة تطمن بقى احتكاك قوي جدا مع المنافسين الاحتمالي يتقبلوا احتيهم في المشكلة فين هل زي من هاواندكا بتقول من شوية ان هو مش مدرك قيمة المنتخب المصري ولا هو متكبر على المنتخب ولا هو مش واخد باله من اللي بيحصل ولا يعني المشكلة فين عشان يطلع منه تصريح زي ده هو محتاجة كريم حد يخش دماغه يعني حد يدخل دماغه ويقول لنا ايه الدنيا في ايه يندخل منها حتة بقى من ورا من قدام وعنده سيفي محترم واخد ارقام محترمة عشان نوع بقى وبعدين هي المشكلة دلوقتي ان انت لا تملك غير انك تساند لو طلعت اتكلمت على حاجات كتيرة مش عجبك وتساؤلات كتيرة من ضمنها الكلام اللي احنا لسه بنقوله على الحديث بتاع انبارح هتبقى اقول لك بس الوقت والناس والمسانده انت محشيش حقنا دلوقتي انت تتكلم عن جمهور مصر فلما يجي يطلع مدرب المنتخب المصري بيتكلم ان انا مش فارق معايا انا مش جاي عقدي فيه علاقة بيننا وبينك يعني عقدك فيه ايه وبعدين احنا ازاي هنجيبك واحنا مش عايزينك تجيب لنا بطولات يعني امر غريب انا ما اعتقدش كمان ان الاتحاد الكورى لما جيه اتعاخد معاه قاله اه قاله احنا مش عايزين امم افريقيا مستكيره احنا عايزين انت فاهم ازاي ما ينفعش عدد اتنين ماشر انا متعاقد معاك بالسيفي القوي بتاعك ده عشان يعني ما تحتاجش المفروض الخبرات الكبيرة اللي زيك ما تحتاجش بقى الوقت الكبير انه يفهم ويعرف اللعيبة ويكون فرقة ويعمل ده المفروض انا جايبك عشان انت راجل لك خبرات كتيرة فمش معقول هقولك لا بلاش كلاس العرب وبلاش امم افريقيا وخلينا في الاخر لا انا مش عايزة قارن كيروش بمسيماني بس معلش لو جيت حطيت ده قدام ده شوفت تاني لما جيه ازاي تعامل وازاي قدر يحتوي ويفهم اللعيبة ويقرب ويحسن اداءهم ده فيه لعيبة بعد مسيماني ما جيه اصلا برزوا منهم محمد شريف وقفش على سبيل المثال لا ومسيماني كان جاي ايه كان جاي على دور قبل النهائي بطولة افريقيا وعلى فكرة لو ما كانش حصل عليها كان الناس مش هتلوموا طبعا اصلا ولكن اللي حصل ايه يعني هي طبعا اختلاف ما بين يعني مدرب ومدربوا وبعدين برضو عشان نكون منصفين ممكن يكون مسيماني لعب ضد الاهلي قبل كده وعارف لعبة الاهلي وعارف يعني له خبرات في الحتة دي فممكن تكون قربته المسافة الرجل رمى بياضه من قبل يعني كان ليه مئة امارة بالقول ان ده مدرب تقيل وعارف بيعمل ايه كويس لا وحدد يعني اختياراته من بدري وما يعني يعني حاول يوازن المسألة ما ينفعش انا مثلا زي الكاس العرب اخش واجرب الدنيا كلها في مطشاك انا بعد يعني احنا كنا متخوفين واحنا رحين كاس العرب بس بعد ما شفنا المستوات هناك مش واو يعني ان انت يعني كان قريب او ان انت كان ممكن او ان انت توصل للنهائي وكان ممكن ان انت تكسب البطولة فانت لو كنت عندك الحافز من بدري وحط في دماغك ان انت رايح تكسب البطولة كان ممكن تديك تأثير اكثر حلو جدا انا بس جزء اللي عايزة افهمه برضو ان انا وكريم اتكلمنا فيه في الانترو ده برضو جزء من تصريحات كيراش لان احنا لحد دلوقتي مش فاهمين هل ده كان صخرية ام كان هزار ام كان قصده حقيقي لما اتكلم ان انا عندي افضل لعيبة ويمكن كريستيانو رونالدو يعني انا مش حتى لو نقطة انا مش شايفها لطيفة بس على كل حال يعني يعني في امتهى ازاي طيب هل ده تقليل من المنتخب اصدي تبقى مشكلة كبيرة لا يعني انا معتقدش بقى يعني لسه هو جاي فتصنا خلص يعني بقى ولا يعني شكله كده والله انت فاهم ازاي احنا عاملين يعني نتكلم بس احنا يعني بالراحة عاملين برضو نحاول نوزن الامور يعني لان احنا برضو داخلين على حتة صعبة بس هو يعني انت عارف لو في اوضاع بقى عادية غير ان انت خلاص انت مسارك نافر وعامل لا ده كان الناس طلعت اتكلمت اتكلمت على بعض الاشياء في الكلام بتاعه في المؤتمر بتاعه كان ممكن ندخل في سيكاك تاني خلص انما احنا لما نجي نتكلم مثلا ناخد عليه حتة طب انت دلوقتي عندك 28 العيب طب ليه واخد 25 لما تاخد ثلاثة عشان برضو ان انت الظروف هناك ما تعرفش ايه الوضع اه اه كورونا اصابات دورة مجمعة مش هتنفعه وبعدين انت عندك يعني انت ما هو انت مسلا هتدفع من جيبك التلات تذاكر اللي بتوع الانتفاهم ازاي فحاجات طبعا غريبة استبعاده لبعض الناس هنقول وجهات نظر وهو قال حتى مبارح انتم بتكلموني على اثنين لعيبة طب انا مختار 25 وانا شايف ان دول اصلح ناس للكزا مش هتقدر تكلمون لان هي وجهات نظر يعني هي وجهات نظر استبعاد من لعيبة كبيرة سواء اهلي وزمالك عندهم خبرات وكانوا من احسن لعيبة المسم اللي فات كله فانت بتيجي تستبعدهم فانت حتقول ايه بقى لا ده الراجل ده بقى فيه سر غريب الراجل ده بقى مالوش حل وهيكسر الدنيا يا الراجل ده بقى ما لسه ما ما فهمش الدنيا خالص اصلا كمان الجملة اللي هو قالها اللي نهواند وقفت عندها دي هي الحقيقة مصيبة سودة من النحيتي سواء كان بيهزر او كان بيتكلم جد لو بيهزر فعن رأينا نهواند مش نكتة لطيفة مش حلوة مش حلوة مش حلوة مش حلوة مش حلوة مش وقتها كمان بعدين نجمع مثلا من كتر اللي هو كان عامله معنا قبل منها فقعد وفارد وبيهزر لا يعني مش واخد علينا اوى عشان يهزر خبرك ادي واحدة ولو كان بيتكلم جد وقاصت جملة اني انا عندي احسن لعيبة في العالم انت ما عملتش بيهم حاجة ليه بلزبط كده مش كده برضو احسن لعيبة في العالم وطلع بيهم رابع العرفة مثلا فيعني بص احنا برضو هارجع اقول تاني احنا هنشوف ما قدامناش حاجة هل حد فينا قدامه حاجة يعملها احنا بنتكلم بنفس عن نفسنا في حاجات مدايقانة وحاجات بنتكلم ان هي مش طبعية وحاجات مايصحش تتقال وحاجات يعني في رأي ناس كتيرة مننا في الاختيارات انما برضو بنقول احنا بنقول اراء وهو صاحب الشأن لان بعد كده هو اللي هيتحاسب انا بتفق مع حضرتك اكيد انه فيش حد ما بيتفقش في النقطة دي انه لازم يكون فيه محاسبة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة